البورسة تربح خمسة ونصف مليار بعد تاجيل تضيق ضريبة الارباح الرأس مالية لعامين رئاسة تتسلم اليوم مذكرة مبادرة المشروع الموحد لتعديل قانون الانتخابات اليمن ينفي بحث هدنة انسانية جديدة بعد خروقات الحثيين المتكررة الموجز الاخبارياتكم من النهار اليوم اهلا وسهلا بحضرتكم ربحت البورسة خمسة مليارات ونصف المليار جنيه بعد خمسة دقائق من بداية تعاملاتها جاد لك بعد قرار الحكومة بتاجيل تطبيق ضريبة الارباح الرأس مالية على البورسة لمدة عامين كانت حكومة محلب اخرت في يوليو الماضي ضريبة بنسبة عشرة في المائة على الارباح الرأس مالية المحققة من الاستثمار في البورسة ما ادى الى تراجع متوسط قيم التدول بنحو اثنين وخمسين في المائة خلال اشهر الستة الماضية ينتقى رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اعضاء الاجتماع التأسسي الاول لمجلس الاعمال المصري الكويتي كان السيسي استعرض امس مع وزيري الخارجية والبيئة ورئيس هاية قناة السويس الجوانب البيئية لمشروع القناة الجديدة مؤكدا اهمية الانتهاء من اعمال التكريك واعداد المجرى الملاحي استعدادا لافتتاحه في الموعد المحدد تنظم وزارة الصنع المصرية والالمانية منتدى اقتصادي مشترك يبدأ فعلياته مع زيارة رئيس اسيسي لبالين المقررة في اوائل الشهر المقبل ومن المقرر ان يلقي اسيسي كلمة في ختاب المنتدى يستعرض فيها اهمية الاستثمارات الالمانية وفق التعاون وفرسه الواعدة بحضور اكثر من مئتي رجل اعمال تتقدم اليوم مبادرة المشروع الموحد لديوان الرئاسة بمذكرة الاحزاب الخمسة والثلاثين حول تعديل قانون الانتخابات الحزاب توفقت على ان يكون هناك تعديل في نص قانون حق موز دوجي الجنسية من الترشح للبالامان وان تكون قيمة الدعاية الانتخابية على الفرد بحد اقصى ربع مليون جنيه على ان يتضعف هذا الرقم مع دعاية القوائم الانتخابية لقي المتهمان الرئيسيان في وقاعة وضع بوناسفة اسفل سيارة القادي المختصة بنظر قضايا مكتب الارشاد واجناد مصر واحداث كرداسة لقي مصرعهما بعدما بادر باطلاق النار على الاجهزة الامنية كان المتهمان وضع قنبلة اسفل سيارة المستشار معتز خفاجة رئيس محكمة جنوب القاهرة ما اسفر عن اتلاف خمس سيارات واصابة احد الاشخاص تصادف وجوده بمكان الحادث بدائرة قسم شرطة حلوان انقطعت الكهرباء عن بعض مدن وقرى اسوان بعد انفجار ثلاث قنابل باحد ابراج كهرباء الضغط العالي بالطريق الصحراوي الغربي فيما تم العثور على قنبلة اخرى مزروعة تحت برج اخر في البحيرة قام مجهولون صباح اليوم بتفجير برج ثالث للكهرباء ضغط عالي بمركز ابو حمص ما ادى الى تحطم قاعدته وسقوطه كان مجهولون فجار برجي كهرباء بمركز زمنهور باستخدام ثماني عبوات ناسفة اعلن وزير الخارجي اليمني انتهاء الهدنة الانسانية في بلادي بسبب الخروقات المتكررة من قبل الحثيين نافيا بحث اي هدنة جديدة من جنبه استنفى التحالف العربي غاراتي الجوية ضد مواقع الحثيين في عدم الا ان وزير الخارجي كشف ان الغارات ستتجنب المطارات والموانئ الرئيسية لسمح بتدفق المساعدات الانسانية للشعب اليمني ختم المجاز الى التذكير بالعاون البورسة تتربع خمسة ونصف مليار بعد تأجيل تطبيق ضريبة الارباح الرأس مالية لعامين الرئاسة تتسلم اليوم مذكرة مبادرة المشروع الموحد لتعديل قانون الانتخابات اليمن ينفي بحث هدنة انسانية جديدة بعد خروقات الحثيين المتكررة لمتابعة هذه الاخبار وغيرها من كافة اخبارنا وكذلك برامينا يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت وعنوانه انهارلايف.نت كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المثالي فو الظاهر على شاشة مبينيها في سبوك وتويتر وانستجرام ويتيوب لقونا تالي بعد حوالي ساعة من الان مع موجز اخبارين اخر الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة